كورونا يقتل أو لا يقتل يعني ستان فيروس مورتال ولا ينبا مورتال شوف على حسب آخر المستجدات لأنه لازم تعرف أنا أقول هالمشاهد الكريم أنا من خلاص 2% لا تجاوز 2% 3% هذا في الصين هذا في الصين لأنه من العدد الكبير هو كان في الصين 3000 وتقريب 3000 3600 3600 500 منهم خارج الصين والباقية كلها في الصين لأنه العدد الكبير هو كان في الصين تقريب 106000 مصعب وكين نسبة كبيرة هذا الفيروس ما يقتلش الناس كل كين 2 إلى 3% وشكون هما؟ الناس اللي عندهم السكر اللي يرام كبار في السن اللي يرام كذا عند الأطفال هذي بوشرة قليل جدا باش يصب بها الطفل وعندما يصب بها سيفريمو ينافكسون بنيني زيد اللي عندهم مقل من 40 سنة تقريبا ما هيش حاجة كبيرة 3% 4% مثلا واحد اللي مثلا 40 سنة اليوم احنا نعرف اللي ديابيتيك مثلا اللي زيبرتندو ولا تلقاه 20 سنة سنة يبرتندو يعني عنده لا تنسيون ولا 20 سنة عنده مرض السكر للأسف في الجزائر خاصة الضغط الدموي هل هذي الناس هذو ما عرضة للتأثر كما واحد كبير في السن شوف هو لازم نعرفه باللي داب أول نواقب لك والشي المشكل ما هوش مطروح بحدة في الجزائر كما في الصين ولا في دول أخرى هذا لازم نفهموها مليح عشرين حالة يعني بالنسبة لها ما هيش يعني تدعو القلق المهم أنه نديره الوقاية هذا الشيء المهم نقطة ثانية تعقضية الوافاة قلت لك 2 إلى 3 مليا هم الناس الكبار واللي عندهم أمراض مزمنة وأكد على هذا الشيء وهذا في الكتابات كلها تقريبا أكثر من 250 بيبليكاشون في بيبماد يعني من نوع العالي موجودة يعني في سور انترنت ويعني في دون دي روفيو اندكسي محكرة دونك وهذا مهم يتقول باللي النسبة لتتزاوج 2-3% 4% هذا في أغلب الحالات وفي الحالات اللي مريضة دونك 80% ما كان حتى مشكل 82% والأخرين يكونوا ممكن حالات خاطرة ولكن يوشفاوا والشي المهم أنو دروق حتى في الصين الآن الناس رمي يتعافون ما بقادش كيما يعني كيما رونجولو الناس كل مات وحنا نسأتنده أدي شفر أهنورم في قضية الوافاة 3-3% بالنسبة لصين وو le vac